السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديري اللي بس عليكم كانت منكم تكونوا بخير وعلى خير وفي الصحة جيدة ان شاء الله انتو ما كتشاهدو هاد الفيديو هادا كي كتشوفو اليوم حضرت معاكم توست كي جي جيد رائع بالدقيق القمح الكامل اللي غادي حماقو عليه ولداتكم وحتى انتو ما كدالك كي كتشوفو باش نحتاجو هاد الخبز هادا غادي نحتاجو كاس ديل الحليب يكون دافي وخمسين ميل لتر من الماء يعني مية مية وعشرين مية وعشرين جران من الحليب جوج بايدات وثلاثة المعلق من الزيت العادية كي كتشوفو هنا يا عندي ملعقة صغيرة من الخامير الفورية وملعقة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من السكر الخاشين كي كتشوفو اضفت واحد المعلقة صغيرة ديل السمسم اللي هو الزنجلان وكي كتشوفو هاد الدقيقة هادا البنات راهزوين بزاف بزاف كيتباع في القوناد جدا رائع وهو اصلا فيه لداخل سبعات الحبات يعني سبعات المكونات بغيت نقول من نوع تع الزريعة يعني جدا رائع غادي يعجبكم بزاف بزاف وانا غير حاولت نضيف عليه ديك الملعقة صغيرة من الجنجلان باش يزيد نسمة دياله هو رافيه وانا غير بغيت ويبان زيت فيه ديك الملعقة صغيرة يمكن لكم تكتافيو بهذا الشي اللي فيه لداخل ولما كانش متوفر هادا باش بشو تشريو غادي يديروا راسكم فيه الزريعات اللي يعجبكم راه فيه شوفان فيه فيه زريعات الكتاء فيه كل شي كل شي كي كتشوفو هاد دقيقة هادا زوين راه كان في القوناد كيتباع زوين باني نيرو زوين بزاف كي كتشوفو راه فيه سبعة ديال تشريع يعني سبعة ديال الزريعات غادي نجمعو على هاد شكل هادا كي كتشوفو غربة بالأصابع ديالنا غادي نجمعو جميع المكونات اللي عدنا وغادي نضيفو الحليب بشوية بشوية غادي نبقى نضيفو في الحليب حتى تبدأ تجمع لي العجينة ديالي مني تبدأ تجمع عاد باش غادي نضيف لها دك شوية ديال الماء مهم راه كاس ديال الحليب كي يجمع ليكم غير شوي الماء غادي تشوفو عينكم ميزانكم يقدر يهزلكم غير ثلاثين حتى الربعين ديال الماء ميل ديال الماء يعني غير شوية والطبيعة الحلة كانت لعجينة متضاعفة غادي يطلب لكم مقادير كتر من عاقة غادي نجمعو على هاد الشكل هادا كي يجي جد رائع على البناس كانت مني شاء الله انكم تجربوه وغادي يعجبكم وغايعجب حتى ولداتكم عفتوفو الفطور كي يجي زوين بزاف ولا حتى القوتي كيبقى او هاد الخبز هادا كيبقى مدة زوينة وتيبقى رطب ما تقصح موان كي كتشوفو العجين ديالي راحا قرب الجمع غادي نبقى نزيد غير بشوية بشوية الماء حتى نحصل على العجين اللي انا بغيته يعني مرخوفة كي كتشوفو مبقى لها والو الجمع على هاد الشكل هادا عافون غادي نستمر حتى نجمعو هاكا ما بقى لها والو الجمع ان شاء الله وغادي نخلي الزيت العادية هي اللخره ما غاديش نضيفها في اللول غادي ندرها في اللخر باش هاكا تجمع لي العجين ديالي رمزين حيث خاصة تبقى مرخوفة كي ما كتوضح لكم في الفيديو على هاد الشكل هادا ما خاصوش يجي قاسح في هاد المرحلة غادي نضيف معلقة اللولة كيف شفته نضيفت غير معلقة اللي غادي نجمع بيها العجين ما تخافوش من العجينة رخاصة تكون على هاد الشكل هادا ما غادي ندخلو لها الزيت هي غادي تتعاوننا وغادي تزاد تجمع مزيان كيف شفتو راني جمعت العجينة وغادي ان شاء الله نعاود نزيد تزيد كي كتشوفوا هذه الملعقة الثانية مهم غادي نعاود نزيد تانية حتى يتجمع لي العجينة ديالي وتولي على هاد الشكل هادا تولي زوين ومبقى ندخلها في بعض دياتها بحال هاكا باش نتجمع لي العجينة وتجي زوينة كي كتشوفو كمبقى نقلبها باش هاكا تدخل العجينة في بعض دياتها إلا بغيتوا تدروها في العجينة يمكن لكم الدراموة مكتافية أنا غابي ايدي وجزوين غادي نغطيها إن شاء الله ببلاستيك غذائي أو السلوفان هاكا وغادي نخليها إن شاء الله في بلاستيك غذائي اللي دافية اللي غا تخمر لنا في الكوزينة تقريبا 15 دقيقة أو نص ساعة كي كتشوفو من بعد ما خمرات العجينة غادي ناخد العجينة إن شاء الله نحن عدنا شوية الحل بارد في الحقيقة ما تلعج لعجينة مزين ولكن الله يجعل باركة كي كتشوفو غادي ناخدها وغادي نقسمها إن شاء الله على ثلاثة ديل الكورات يمكن لكم تكتافي وغير بكورة واحدة إلا بغيتو ولكن إلا بغيتو تدروها الطريقة اللي درت أنا تهيئة مزيانة وكتجيزوينة إلا ما بغيتو تدرو الطريقة اللي درت على ثلاثة يمكن لكم تدروها على واحدة ولكن نفس العملية اللي غنخدم بها في هذه المرحلة غادي ناخد دقيق القمح الكامل اللي أنا عجنت به وغادي نخدم به به هاتشكل هذا يمكن لكم تدرو حتى دقيق القمح الأبيض عجنوها به أنا فضلت ندير للدقيق القمح الكامل باش هاكو يجي سحري ويجيزوين ما زال إن شاء الله نشارك معكم حتى حتى بالدقيق الأبيض تهوك يجيزوين غادي نشوفو كي كتشوفو غادي نبسطها على هاتشكل هادا بإيديا غادي نديها على الشكل طولي مزيان بحال هاكو نديروا الدقيق باش ما تسقش لنا ونطويوها على هاتشكل هادا كيمة كيوضح لكم الفيديو نطويوها على جوج ونقلبها للجيهة الأخرى ونعاود نبسط العجينة على هاتشكل هادا العجينة كتكون نرتبها وزويينة كتساعدكم بسرعة أنكم تصيبوها كيف ما شفتو غادي نبسطها مزيان على هاتشكل هادا وغادي نبدأ نطوي فيها على هاتشكل اللي كتشوفو معايا بها الطريقة هادي نبقى نطوي غادي نستمر إن شاء الله بثلاثة على هاتشكل هادا نحطها نحطها على الجنب تمه وغادي نكمل إن شاء الله الكورات بثلاثة إلا كان عندكم مول كبير غادي تضعفو الكمية وتبقى وتخدمو بنفس العمية حاوتنا أنني نعاود نشارك معاكم هادي بسرعة باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزار كيكا تشوفو نخدمو بالدقيق حيط العجينة شوية مرخوفة ونكملو على هاتشكل هادا وغادي ناخدو المول إن شاء الله اللي غادي نوضعوها في غيكون هاد المول هادا على الشكل طولي أنا صراحة المدهنتوش كانت لسقط ليو حد شوية اللي عندو المول ما كيلسقش ما يدهنوش ولا كان كيلسق يدهنو بشوية بشوية زبدة ويرش الدقيق باش هاكن تجنبو ما يتلسقش لنا الخبز كيكا تشوفو كنفرقوهم على هاتشكل هادا وغادي إن شاء الله نصدفوهم على هاتشكل هادا وغادي نغطوهم زيب السلوفة نحطوهم في شبلاصة باش يخمرو لنا ومن بعد إن شاء الله ما يخمرو غادي نوريهم ليكم كيكا هما كيتن تافخو وتيلسقو مع بعدياتهم باش كنحصلوا على هاتشكل هادا كيما كيكا تلسقو كيكا تشوفو كيكا تشوفو كيجيو ما شاء الله كيخمرو كيجيو زوينين غادي ندهنوه إن شاء الله بأصفر بيضة غادي نغطو أصفر ديال البيض وغادي نضيف فيه قطارات من الحليب وغادي نضيف ليه الخل أي حاجة بايتو تسعملوا يا الخل يا الحليب أنا بعت المرة كنديرهم بجوت وبعت المرة كندير حاجة أحد اللي متوفر عندنا أنا هنا كتافي تغاب بالخل حيث كنت خدمتها القرص وقيت لكم أنا ندرت الحليب لدينا غير غير الخل هنا هيا كندهنوهم على هاتشكل هادا وكنكنو نصخلنا الفران على درقة 180 وكندخلوهم الفران كنزيدو في السخان ديرهم كنطيبوهم بحل الخبز عادي يعني كنديروهم يسخو الفران على 180 ونزمن يبغو نخشيوهم في الفران أو ندخلوهم الفران كنزيدو في درجة الحرارة وكي نتافخو كيجيو على هاتشكل هادا كيكتشوفو أنا را كنت حيتم شوية بالموس من الجناب لقيتها لسقات غادي نحط ان شاء الله في طبق التقديم وغادي وغادي ان شاء الله ناخد سكين كيكتشوفو كيجي زوين زوين بزاف وغادي نقسمها معاكم باش تشوفو كيفاش كيجي ما لداخل يمكن لكم الدهنو باش ما بغايتو بالكوفيتير ولا بالشوكولات غادي نقربو معاكم شوفو كيجي ما شاء الله وانا قسمته وراه ما زال بقي سخون كيكتشوفو ما كيتفرتت ما وانو كيجي جيد رائع ما الاحسن تخليو حتيه برد يشد راسو شوية انا كيخرجتم من الفران كيف قسمتو معاكم كيكتشوفو ها بقي الدخان كيطلع منو مهم كيجي رائع رائع بزاف بزاف وبيدك الزرارع وكيجي بنيين كانت من شاء الله حتى انتم تجربوه ويعجبكم وما تنساوناش من الدعاء الله يجازيكم بخير وشكرا الناس لي كيكملوا الفيديو بارك الله وفيكم ما تنساوش تدعمونا وتبارتاجوا القناة دياننا مع الأصدقاء ديانكم باشها كتكبر قناة دياننا ان شاء الله كيكتشوفو كندرو فيه اي شوكولات نوع ديال الشوكولات اللي عندنا لوليداتنا او الكوفي تير كيجي او المربة كيجي زوين البنات كيجي رائع بزاف بزاف غديعجبكم اكيد وغديعجب حتى وليداتكم راه كيحمق وبنين بزاف بزاف وقيبقرطب كيكتشوفو كتليكم راه الصقلية ما زال انايا في المول ومن هنايا ان شاء الله غدي ندير معاكم واحد جولة في السوبر ماركت مشيت وقلت علاش لا لي ما نصورش ليكم اخواتي هالدجاجات ما شاء الله كيش هيو ما شاء الله فنين كيحمقوا كيكتشوفو كين انواع ديال اطباق ما بين كين البطاطة يعني صغيرة مسلوقة كين الدنجال كين البطاطة كين الفخيدة صغيرين ديالدجاج مشكلت علاش اللي ما نصورش خواتي تاهم ما يشوفو معايا واخا غير منضار يشوفو معايا شوفو ما شاء الله داك شي عندهم زوين كيكتشوفو الزيت والحمر ومخلط ومشرمل يعني كل شيء اطباق عندهم لازانيا كل شيء زوين ولكن احنا ما كنا كلوش هاد الشي حيث بطبيعة الحل راه ما شيء حلال غير بغيت نصور معاكم عجبني الشكل ديالهم كيكتشوفو عندهم حتى لهذاك الماطيشة المعسلة في الزيت العود كدي جيد رائعا كيكتشوفو عندهم لهذاك الفلفلة المعمرة زوين ذاك الشي رائعا قلت علاش لي ما نصوروش معاكم كنتم من شاء الله للفيديو يعجبكم هادا ذاك الشي غزال زوين 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 عندهم بزاف ونقين قامن هاد روش عليه ذاك شي عندهم متول وزوين كيكتشوفو القيم رون تاوبا ذاك الشكل كيعجبني القيم رون كان ناخدو مرة مرة ساعة راحتان زوين بنين بزاف وكيكتشوفو ذاك الدنجال راه كيعجبو بيه كيجي زوين كيكتشوفو السرديل تاوبا كيجي رائع تاوبا ضيقها زوين بزاف ولا نشوبا واخرها غالية كيف شفتو خمسة وعشرين الفرانك يعني خمسة وعشرين للأورا مو شاركت معاكم هاد الاجواء هادي في السوبر بغيت بغيت نوريها لكم وكيكتشوفو البنات اللي سولوني على المقالي ها هما المقالي كان في الكوناد راه جابوهم جد رائعين البنات كان نصحكم بيهم البنات اللي في ايطاليا راه هم فنين كيحمقوا 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 في الضياب ديالهم كيجيوا زوين ما شاء الله كندير فهم بسمن وكندير فهم البطبوط زوينين كيستاهلوا صارحة كيكتشوفو كانوا ديرين 23 ديالأورو وديرين 15 أورو 15 أورو مني كتمشي تشريهم كتخلصي لهم غير 14 ديالأورو يعني صارحة نراهم زوين كيجي فيهم الكريب كيجي فيهم البطبوط ما نعودش لكم زوين بزاف بزاف حسن من المقلة التقيلة ديالمغرب يعني البنات اللي كيجيبوا المقلة التقالما المغرب هادو راه كنصحكم بهم راه هم زوينين وغادي يعجبوكم وعلش الله اللي كينا هنا في ايطاليا تديهم للعائلة ديالها وللأم ديالها ولأخت ديالها راه غادي حماقوا عليهم ويعجبوهم بزاف بزاف كيك تشوفوا لغير الشكل ديالو مراه زوين وطقالين وخدمة زوينة يعني خدمة ماركة ايطاليا فنين بزاف بزاف اه تمنى يعجبوكم كيك تشوفوا منسيتكم شديسكم معايا محال اللي كي يبيع دك الشي ديال العرساس اه فيه البيسات زوينين البنات دك الشي كلاس زوين البنات بالنسبة لبنات اللي كي لبسو هاد الشي هذا انا راه غير وهت ندير معاكم جولة مرا مرا هما كيبدلوا هاد البيسات هادو كل مرا كيحطوا موضيل كل نهار كل نهار كيحطوا موضيل جديد كيك تشوفوا هاد الشي راءة مينا ديالو صراحة ان راه غال يبزب بزب بزب راه غير الفيسة الفوق عنيا كتدير خمسين الفريال يعني والسروال كيدير مية ميت الأورو وعشرين الفريال مهم عندهم الغلاء بزيف ولكن عندهم الماركة ديالو مهما كيك تشوفوا ديك اللبسة اللي صورتها لكم الداخل في الماركة غزالة غزالة بزيف ومستورة يعني بالشعل ديالها في فنة المهم غير بيت نخرجكم معايا وصابي كنتماني هاد الفيديو يعجبكم وما تنساوناش ما ندعموا من اللي لايك والله يجازيكم بخير كيك تشوفوا هادية هي غزالة كتحمق صراحة ان في فنة تاية مستورة اللي بنات اللي كي لبسوا بحلاكة راها مستورة وزوينة غزالة غزالة عندهم محل زوين صارحة وان اللبسة اللي كتحمقني هي هادي غزالة في فنة مستورة تلبسها حتى وحنا دير الحجاب يعني راها بالشعل ديالها كبير وبالكمام وغدا طويلة ومستورة وفنة غزالة غزالة كتحمق والله دي ما كنلقاها عندهم والتامن ديالها مغاليش بزاف صراحة ما بقيتش عقلة كانوا ديرين هنا يفل الجاجة القدام ما بقيتش عقلة على التامن ديالها المهم راها فنة كتحمق كيك تشوفوا هاد لاغوبتة هي زوينة ما يمدرت معكم ضويرة وصافي كنتم من الفيديو يعجبكم ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تساوش من تعمل القناة وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بيخير وعلى خير تمو ولداتكم وعائلاتكم يا ربي وخليت ليكم الراحة والسلام عليكم اشتركوا في القناة